تتعلق بأخبار المنديال النهاردة النادي الأهلي أرسل خطاباً آخر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بيشرح في أسباب وجهة نظر النادي الأهلي في إعادة النظر فيما وقع من جذاء على حسين طبعاً وعلى كهرباء إيقاف مباراة بما يعني عدم إشراكهما غداً بمشيعة الرحمن وقال النادي الأهلي في خطابه أنه بيحترم قواعد الاتحاد الدولي ونظامه وكل هذه الأمور ولكن ما حدث من اللاعبان كان بعفوية وبدون قصد واتمنى في نهاية الخطاب أنه الاتحاد الدولي يراجع الأمر ويشرك اللاعبان